موسيقى استكمالا لتغذيتنا حول زيارة الرئيس المصري إلى السعودية ورد إلينا هذا الخبر العاجل حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فخامت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مائدة السحور في مدينة جدة ورحب ولي عهد السعودية بالرئيس المصري في بلده الثاني السعودية فيما عبر الرئيس المصري عن الشكر لأخيه الأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وكرم الضيافة التي تقبل بها والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وأيضا أفاق تعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك تجمع مصر وسعودية علاقات مميزة ترجمتها زيارات متعددة متبادلة بين البلدين على مستويات مختلفة جددت دماء الود والأخوة فتعدد الزيارات واللقاءات التي جمعت قيادات البلدين تؤكد إدراكهما لأهمية العلاقات المشتركة لا طالما كانت العلاقات المصرية السعودية نموذجا فريدا للعلاقات بين الدول حيث يرتبط البلدان بروابط تاريخية وطيدة علاقات تتجاوز في عنوينها وتفاصيلها الأروقة الدبلوماسية لتنفرد بتميز وخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي اللبنة الأولى لهذه العلاقات تشكلت خلال الزيارة التي قام بها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود لمصر عام 1946 وحينها تحدث عن أنه لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب القاهرة والرياض على المستوى الثنائي ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات وعلى الأصعيدة كافة وهي كما يشهد الواقع علاقات تنمو وترتقي يوما بعد الآخر حيث تدرك القيادة السياسية في البلدين ما يجمعهما من مصير مشترك وخصوصية في العلاقات هذه العلاقات الوثيقة أثمرت توافقا في الرؤى بين القيادتين والتي يكفي للتدليل عليها أن السنوات التسعة الأخيرة شهدت أكثر من عشرين لقاء متبادلا بين القيادتين وصارت القاهرة والرياض قبلتين للمسؤولين المصريين والسعوديين من أجل التنسيق الدائم والمستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي خضم الأمواج المطلاطمة في عالم مضطرب بمزيد من التهديدات والتحديات كانت مصر والمملكة العربية السعودية رمانة الميزان لأمن واستقرار الشرق الأوسط وركيزة في صون السلم والأمن الدوليين وتمثل العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك وازدادت قوة العلاقات المصرية السعودية بمرور الزمن وذلك من خلال التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترتبط مصر وسعودية بعلاقات تاريخية وطيضة تتسم بالقوة والاستمرارية نظر لأهمية ومكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي تتميز هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري فضلا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الأراء والتي تهم الرياض والقاهرة علاقات تاريخية ممتدة تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية على المستويين الشعبي والرسمي إلا أنها زادت قوة ورسوخا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الزعيمان ومنذ اللحظة الأولى أظهر حرصا شديدا على التنسيق الكامل والتشور الدائم في مواقف القاهرة والرياض ليس فقط لتنمية العلاقات بين البلدين ولكن بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات رفض تام لكل التدخلات الإقليمية في شأن الدول العربية أيا كان مصدرها كونها تشكل تهديدا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها وتفكيكا لوحدتها الوطنية زيارات ولقاءات متبادلة بين مسؤول البلدين على المستويات كافة تدل على عمق الروابط والحرص على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا حيث قام الملك سلمان بزيارة للقاهرة في إبريل 2016 حظي خلالها باستقبال حافل عكس التقارب بين قيادتي البلدين كما شهدت الزيارة عقد الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي المصري السعودي بالإضافة إلى زيارات ولي عهد المملكة إلى مصر التي ركزت في مجملها على سبل تطوير العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك الرئيس المصري أجر عدة زيارات للمملكة في إطار الحرص على تنسيق المواقف والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تنظمها المملكة كالقمة العربية الصينية والمشاركة في قمة جد للأمن والتنمية والمشاركة أيضا في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية فضلا عن الزيارات الأخرى للرياض علاقات وثيقة وروابط قوية تجمع القاهرة والرياض يزيد من متانتها حرص قيادة البلدين على تنميتها بما يخدم مصالح الشعبين والحفاظ على وحدة وتماسك الأمة العربية ووحدتها عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء أخويا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة حيث استضاف ولي العهد السعودي الرئيس المصري على مائدة الصحور في جدة ورحب ولي العهد بالرئيس المصري في بلده الثاني السعودية فيما عبر الرئيس المصري عن الشكر لأخيه الأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وقارم الضيافة التي استقبل بها والوفد المرافق جرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وأفق التعاون المشترك وسبول تعزيزه وتطوير في مختلف المجالات إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كانت هذه مشاهدين تغطية لزيارة الرئيس المصري إلى السعودية ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انتهت هذه التغطية نلقاكم في تغطيات أخرى إلى اللقاء